واحد اتنين الطعمية راحت فين؟ واحد اتنين الطعمية راحت فين؟ هتفات شديدة من جمهور نادي الاتحاد قبل ماتش كاس العالم بأيام ونصحوا نادي الأهلي بالانسحاب وقالوا عليهم انه مش قدهم وانه بيلعب كرة جبس وان الفريق الأهلي يلعب معاهم هيكونوا خسرانين 4-0 وفي وسط كل الصياح ده إلا ان نادي الأهلي لا رد على الكلام ده ولا جمهوره رد على الكلام ده ولما نزل فريق الأهلي الملعب خدوا جمهور الاتحاد تريأة وقالوا عليه بتوع طعمية مالهمش في الكرة وانهم ما يعرفوش يعني ايه نادي الأهلي وعند بداية المباراة الحماس اشتدم بين جماهير الأهلي وجماهير الاتحاد ومع اول جول بدأ جمهور الاتحاد يتعصب ويزيد في تريأته على النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي مازال في تشجيع حماسي شديد ومع الجول التاني بدأ جمهور الاتحاد يتراجعوا في الهتفات وتزداد هتفات النادي الأهلي ومع الجول التالت بدأ جماهير نادي الاتحاد بالانسحاب من الاستاد وعند حسم المباراة بفوز الاهلي اتعكست الهتفات من الجمهور بدأ الواحد اتنين الطعمية راحت فين لواحد اتنين الكبسة راحت فين ومن كتر الكسوف اللي كان في جمهور الاتحاد بدأوا يسقفوا لهم ومش مستوعبين لأن ده كمان من الصدمة جمهور الاتحاد كان بيهتف مع الاهلي واحد اتنين الكبسة راحت فين وفي انتهاء المباراة جدل كبير على السوشيال ميديا من جمهور الاتحاد والاهلي والتعليقات من جماهير النادي الاهلي والاتحاد بلوجر سعودي معروف شارك بتويتا بيطالب فيها بإقفال البس لأنهم اتفضحوا كمان كرم المصريين وخفت دمهم ظهرت في الكومنتات على معلق كرة الاتحاد وقالوله في التعليقات اتكيفت قالوهم والله اتكيفت على الآخر والله كنا نمزح معكم ليش اخدتم الموضوع جد وواحد تاني قالو عجبك المطش يا ليفا قالو والله الجمهور الاهلي على راسي وعجبني المطش وده يعلمني حاجة مهمة جدا ان البادي اظلم وان الرد على النباح لم يكن سوى نباح مطش حقيقي كيفنا كلنا وشارك احد متابعي نادي الزمالك بتويتا وقال فيها انا مصري وعايش في سعودية وبقى شجع نادي الزمالك قبل كل مطش مع الاهلي كنا بنعمل زي الاتحاد دلوقتي وبنقعد من الطريق على الاهلي وييجي الاهلي على عكازه مفكرين وميت هيلعب ازاي يقوم الدينة على دماغنا بالعكاز ويرقص هو على عكازه ووجه رسالة لجمهور الاتحاد ما تغلطوش غلطتنا انتو ما تعرفوش نادي الاهلي قولونا بقى في الكومنتات رأيكم على اللي حصل في المطش